بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير طلاب الصف الثامن اليوم درسنا متابعة لدرس الصلاة في الدرس الماضي اليوم سنتحدث عن السنن والمبطلات في الصلاة بعد أن تحدثنا عن الأركان والفرائب نعلم أن الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة فيجب علينا الحرص عليها وعلى أدائها وعلى متابعتها وأن لا تتفلت منا لأن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته فإذا حسنت صلاته حسنت سائر أعماله وإذا والعياذ بالله فسدت أعماله فسدت صلاته سيكون ما بعد الصلاة أفسد فعلينا أن نحذر من تقطيع الصلاة ومن إهمال الصلاة بكل أحوالها ولهذا سنبدأ هذا الأسبوع تحديا جديدا معكم في الالتزام بالصلاة سأرسل لكم هذا الرابط أو هذا الصفحة سيكون فيها تحدي الصلاة سيكون كما نعلم في حصتنا ستكون يوم الاثنين ستبدأ من الاثنين وحتى الاثنين الذي يليه سيكون هذا التحدي سيكون هذا التحدي سبوعا كاملا سيكون هذا التحدي هو بينك وبين الله عز وجل سيهمني أن أعرف إلتزامك لكن الأهم أن تلتزم مع نفسك تنزلوا هاي الصورة على الواتساب وبصيروا تقدروا تحطوا صح وغلط سيهم زي هيك على الواتساب تقدروا تعدوا تعدلوا عليها أنه أنا هي فرضا الصبت صليت الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء لكن النوافل مثلا لم أصليها بنحط عليها في كل يوم لدينا الخمس صلوات والنوافل 35 جولة أسبوعيا بنا نشوف كم من جولة أنت انتصرت فيها على الشيطان وكم من جولة الشيطان انتصر عليك فيها هنا بنكتب اسمنا وهنا بتعدل الجولات اللي أنت انتصرت فيها والهزائم ليش إحنا عم نحصل هزائم عشان بننحر إنه إحنا الأسبوعي الجاي إن شاء الله يكون صلاتنا والتزامنا أكثر من التزامنا لأسبوع اللي كان فيه شوية هزائم وهذا كلياته عشان نحضر حالنا لرمضان ونقضي على الشيطان وعلى التسويف وعلى إهمالنا للصلاة طبعا رح أرسل هاي الصورة بعد بث الحصة عشان نبدأ يتامن في التزامنا بالصلاة إكمالا لدرسنا إذن اليوم زي ما حكينا سيكون أول نشاط في درسنا لليوم عن الاتزام بالصلاة والسنن والمبطلات ونتذكر دائما في كل أوقاتنا أن الله عز وجل قال مخاطبا المجرمين في جهنم المسلمين أو أهل اليمين اللي هم في الجنة خاطبوا المشركين والمجرمين في جهنم فقالوا ما سلككم في سقر وسقر هو ودي في جهنم ويقول المؤمنين اللي هو أهل اليمين اللي هو في الجنة اللي في النار ما سلككم في سقر شو اللي دخلكم شو عملتوا ودخلكم هذا المنزل اللي أنتوا فيها قالوا لم نكوا من المصلين طبعا في إيلها تكملة لكن أول شيء وأهم شيء قالوا لم نكوا من المصلين فيارب يجعلنا وإياكم من المحافظين على الصلاة درسنا اليوم عن سنن الصلاة ما تهريف السنة السنة هي الأعمال اللي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم جوة الصلاة في داخل الصلاة ولكنها ليست من الشتروط والأركان اللي أخذناهم اللي هي من السنن بمعنى آخر إذا شيء سقط من السنن صلاتي تكون صحيحة مش مثل الأركان إذا سقط منها شيء صلاتي تكون باطلة وغير صحيحة لكن إذا فعلت السنة فإلي أجر وإذا لم أفعلها ليس علي وزر تمقسم السنن اللي في الصلاة إلى نوعين سنة قولية نقولها بلساننا وسنة فعليا نفعلها بجوارحنا وجسمنا لو نتفرج هنا عن السنن القولية زي ما حكينا لا تبطل الصلاة بتركها ولو تركناها عمدا ويبهح سجود السهو عليها طبعا سجود السهو في الأمور اللي أنا زي ما حكينا إذا أنا نسيت شغلة في الصلاة لازم أنا أسجد سجود سهو لكن إذا كان هذا الشيء اللي نسيته في الصلاة هو ركن زي مثلا الفاتحة أو التشهد أنا بدي أعيد هذه الركن بدي أعيد ركعة اللي خلت منها مثلا الفاتحة أو اللي خل منها رقوع أو اللي خل منها سجود ومعها في آخر الصلاة أنا بسجد سجود السهو من السنن القولية موجودة عنا وأنا أعطتكم أمثلة وهي أكثر الدعاء بعد تكبيرة الإحرام بالدعاء المأثور لما نحكي الله أكثر أبدأ الصلاة دهود دعاء اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس أو في أكثر من قول مأثور بدعاء الاستفتاح المثال الثاني من الأقوال من السنن التي تقول هي التعود اللي هي قول أعوذ بالرمشة الرجيم البسملة قول بسم الله الرحمن الرحيم قول آمين بعد سورة الفاتحة آمين قراءة سورة بعد الفاتحة في ركعتين الأوليين اللي هم من أول ركعتين الفرد والركن إنه أنا أقرأ سورتي فاتحة في كل ركعة لكن من السنة إنه أنا أقرأ في أول ركعتين سورة صغيرة جهر الإمام بالقراءة فجرا والجمعة في الركعتين الأولانيات من المغرب والعشاء الذكر المأثور بعد التحميل ما زاد على المرة في التسبيح في الوقوع والسجود وقول ربي اغفر لي الركن إنه أنا أحكي سبحانه ربي الأعلى ومرة واحدة السنة أقولها تلات مدات الصلاة في التشهد الأخير على آل الرسول صلى الله عليه وسلم نكمل اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد هذه من السنة البركة وبارك على محمد وعلى آل محمد هيك المقصود بالبركة بدين الدعاء بعد التشهد الأخير تجعي ما تريد من السنن الفعلية مثل رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام أو عند الرقوع والرفع من الرقوع وعند الرفع من التشهد الأول وضع اليد اليمنى فوق اليد اليسرى على صدر وأنا واقف عمالي عن بقرأ القرآن النظر إلى موضوع السجود مش أظن أتفرج بالغرفة ولا بالمسجد أضعني أتفرج على البلاط وعلى السجد لا بدي أتفرج على موضوع السجود وجعل الظهر في الركوع معتدلا وجعل الرأس حياله الركوع يكون زي ما شايفين إحنا بهاي الصورة بدي أحددلكم عليها شايفين هيك ظهره هذا هو ظهره مستوي ووجهه مش بيكون طارع لفوق بل إيش مستوي مع الظهر بعض العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخدين والفخدين عن الساقين في السجود يكون إيدي شوي مفتوحات وبطني مش ملزق في فخدتي والفخدة مش ملزق في الساقين وكمان في عندي سجود في جلسة بعض السجود في عندي جلسة اسمها جلسة الافتراش بين التشهد الأول وعندي كمان جلسة التورق في التشهد الأخير في الجلسة الثالثة في التشهد الأخير في الصلاة الثلاثية والربعية وهنا بدي إياكم نجيب واجب صورة جلسة الافتراش وجلسة التورق كيف يجلس تجلس هذه الجلسات لأن لو جبت لكم إياها هلا وأنا أرطها ما رح تلسق في ذهنكم لكن إذا أنتم دورتوا عليها رح تلسق في ذهنكم والجلسة سهلة جدا لكن ميدا شوية التدريب إذن في عندي جلسة الافتراش في التشهد الأول وبين السجدتين وجلسة التورق في التشهد الأخير في الثلاثية أو الربعية أيضا في عندي من السنن الفعلية الإشارة بالسبابة وتحريكها في تشهد الأول والثاني تحريكها لما أقول أشهد أن لا إله إلا الله بمرفع السبابة وبنزلها هذه إذن من السنن الفعلية لسنن في الصلاة ما هو دعاء الاستفتاح زي ما حكينا في عدد من الأدعية المأثورة في دعاء الاستفتاح لكن بدنا نحفظ إحنا على الأقل واحد منهم وأحكيه له سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك طبعا في زي ما حكيت أدعية ثانية بعدين في عندي الدعاء القنوط بعد الاعتدار من الرقوع الثاني في فرض الفجر وهذا الدعاء هو يسن أنه أنا أعمله خاصة إذا كان هناك بلاء لهذه الأمة وإحنا بوضع بلاء هو بكل بساطة هو دعاء أي دعاء أنت تدريه لكن يكون في الرقوع الثاني بعد بعد ما تركع الرقوع الثاني في الرقوع الثاني في الرقوع بعد الرقوع الثاني في صلاة الفجر بعد القيام أنه الرقوع يدعو خاصة إذا كان في الجامع الإمام يدعو ثالثا رفع اليدين بمحاذات المنكبين زي ما حكينا وهون إيدي كتير مهمة إنه أنا أرفع إيش المنكبين هم المنكبين اللي هم إيش إحكوا معي المنكبين هم يعني مثل راح عن بالي يكتف رفع اليدين بمحاذات المنكبين رفع يدي بمحاذات المنكبين ويكون أصبعي قريب من أذني وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى عند قراءة الفاتحة وطول فترة قراءة القرآن الكريم وهذه المهمة لأن في بعض النار يضعوا اليد اليسرى على اليمنى وهذا خطأ إلى أساس أن تكون اليد اليمنى مقدمة على اليد اليسرى فتكون هي الأعلى قراءة ما تيسر من القرآن الكريم بعد الفاتحة من بعد الفاتحة وهنا تسان من السنن الاستعاذة سرا قبل قراءة القراءة الفاتحة وقبل قراءة ما تيسر من القرآن الكريم والنظر إلى موضع السجود في القيام والقعود ليش لأنه مدعى للخشوع طيب هلنا بكل هذه الأشياء اللي حكيناها هل كيف بدي أعرف من صلاتي باطلة ولا صلاتي صحيحة بدي أعرف هذا الحكي إنه أنا أعرف شو هي المبطلات اللي تبطل الصلاة عشان أنا أبتعد عنها طبعا في أشياء مكروهة في الصلاة وأشياء تبطل الصلاة تعالوا نتعرف عليها من الأمور التي تبطل الصلاة اللي هي زي ما حكينا إذا فقدت مركن من الأركان اللي أخذناها بالحصة الماضية أو اختل شرط من شروط الصحة زي ما حكينا بتركي السجود هذه من الأركان فالصلاة تصير خاطئة باطلة ركوع أو إنه أنا ما أركع متعمد هذه انتقدت أو بطلت هذه الركع إذا أنا وأنا عمالي عم بصلي ذكر أنه أنا ما ركعت بروح برجع بجيب كمان ركعة جديدة وأنا بنفس الصلاة وبنهاية الصلاة بزت هدود إذا هون انتقاد الوضوء قبل السلام وأنا عمالي بصلي مثلا بطني بوجع انتقاد من الوضوء خرج الشيء من أحد السبيلين وأنا بطلت الصلاة بجيب علي إعادتها ثالثا ترك التوجه إلى القبلة أنا عارف أن القبلة في هذا الطريق مثلا أو في هذا للأمام وأنا صليت في تجاه غير القبلة هنا اختلت والبطلات الصلاة أما مثلا لو إحنا في مكان لا نعلم الصلاة لا نعلم القبلة نحرص أنه إحنا نسأل غيرنا ونتفرج على الشمس إذا بنعرف كيف إحنا نطول خاصة هلأ في وضعنا الحالي الموبايلات في عليها تطبيقات لمعرفة القبلة لكن إذا ما عرفت مثلا طلعت رحلة أو ما في معاي نت وأنا مضطر أصلي وإلا بتروح علي الصلاة فأينما تولي فثم وجه الله لكن القبلة هي ركن من أركان زي ما حكينا صحة الصلاة أربعة أن يدخل في الصلاة ما ليس منها زي الأكل والشرب والكلام خاصة بعض الناس بيكونوا مثلا بعض الأمهات تكون هي عملها بتصلي بدأ تلفت انتباه ابنها لشغلة معينة فتصير هي عملها تقرأ الفاتحة تحكي الله أكبر الله أكبر وهذا شيء خاطئ أو مثلا تحكي سبحان الله عشان تلفت ابنها أو بنتها لشيء معين وهذا شيء خاطئ وكمان الأكل أو الشرب فمثلا أنه أنا صليت وأنا لسه في بقايا طعام أو بقايا شراب أو في بقايا شراب أو في بقايا علكة عدم كمان يبطل الصلاة وكمان إذا أنا كنت عم بصلي مثلا وحكيت شيء مثلا كنت عم بصلي وراني الجرس وحكيت لأخوي قوم افتح الباب وأنا بطلت صلاتي تمام إذا حكينا أنه مبطلات الصلاة إذا تركنا ركن أو واجب أو شرط إذا تكلمنا عمدا وطبعا هنا في قصة عن رسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان في الصلاة فواحد منهم عطس فهو هذا الرجل ما كان يعرف أنه أي شيء خارج الصلاة يبطلها فحكى يرحمكم الله فالصحابة صاروا بدهم يعني يبينوه بس هما في الصلاة فما استطاعوا فقعدوا يضربوا على فخدهم أنه ما بصير يحكي فالرجل سكت بعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وضح له أنه ما بصير يحكي شيء خارج عن هيئة الصلاة في الصلاة إذا أكلت أو شربت عمدا أو بتعطي شيء أو كنت ناسي أو مثلا أكلت فهذا تبطل صلاتك لكن إذا كنت ناسي فلا تبطل صلاتك لكن هاي ظروف صعب جدا يعني كيف تكون ناسي وانت عمالك بتسجد وبتركع وتلاقي كاسمي قدامك تشربها كتير نادر إنها تحدث إذا ضحكت بصوت عالي خاصة إذا كنت في مكان وفي حد عماله بضحك فيك طبعا الشخص اللي عماله بضحك فيك هو آثم عليه أوزر لكن إذا أنت ضحكت كمان بطلت صلاتك أما إذا تبسمت لا تبطل صلاتك وهذا لا يعني أنه أنا أصير أتبسم أو وزع ابتسامات في الصلاة لأنه بدي أستشعر أنه أنا واقف بين يدي رب العالمين وأيضا إذا تحركت حركات كثيرة تبطل صلاتك بحك إيدي بحك راسي بحك شعري رجلي عم بضبط فيها أوعيي بضبط فيها إذا البنات بتضبط بالمندير بتضبط في حجابها بتضبط بجلبابها بتضبط بأواعيها الصلاة هاي الحركات كلها الكثيرة تبطل الصلاة لكن إذا أنا كنت في جامع وجدت في فراغ بيني وبين الجنبي فأنا رحت قدمت اليمين عشان أسكر الفر الفرجة بيني وبين الشخص الآخر فهذه لا تبطل الصلاة هنا تكرار هنا الصورة حطا لكم فيها الأمور اللي تبطل الصلاة كمان فيه هنا شغلة جديدة اللي هنا تعمد السلام قبل الإمام وهي بتذكرني إنه في ناس بيكونوا إذا كانوا في الجامع بيكونوا يتصابقوا مع الإمام الإمام ما بسدق يسمع الإمام يحكي الله أكبر بيكون راكع قبل الإمام أو الله أكبر يكون ساجد قبل الإمام أو لا يحكي السلام عليكم بيكونوا مخلص الصلاة وآين وهذا لا يجوز لأنه إحنا يجب أن نتبع الإمام ونكون خلفه لا أمامه أو معه وبعد ما يحكي السلام عليكم ويسلم أنا بدي أحكي السلام عليكم وأسلم ما بصير أنا أصبق الإمام في أي حالة من الأحوال من مكروهات الصلاة الالتفات بالرأس زي ما حكينا رفع البصر إلى السماء في ناس بيصلوا بيكونوا بيتخرجوا على السماء وهذا خاطئ التخصر وهو وضع اليد على الخاصرة إحنا لازم نكون يدنا مضوعة زي ما حكينا اليمين فوق اليسار قريبة على الصدر طبعا هنا حاطين أنه يقعد يزبط بأوهي يزبط بشاره يزبط بكمه تشبيك الأصابع فرقائتها يقعد يلعب بأصابعه كلها هالي من مكروهات المسح الحصى أكثر من مرة في موضع السجود وهنا إحنا مش موجودة عنا في وقتنا الحاضر في عنا السجدات أصير خاصة السجدات بعض المساجد بيكون لما أنا أركع أسجد بيكون لما أعلم محل أصابعي فأنا أقعد أضبط محل أصابعي هذا من مكروهات الصيام الصلاة كمان أنه أتفرج في الزخارف أتفرج في الجامعة أتفرج على الرايح في الجاي كل هذا خطأ من مكروهات الصلاة أيضا أنه أنا أقرأ قرآن في ركوع والسجود لأنه الأفضل أو الصحيح أنه أنا في السجود والركوع أسبح وأرجعي مش أقرأ قرآن كمان من مكروهات الصلاة وهي كثير بتصير اللي هي الصلاة مع مدافعة الأخبتين أكون حاشر حالي لازم أروح الحمام لكن أنا بدي أصلي وأخلص بن قوسين من الصلاة هنا هاي من مكروهات الصلاة لأنه أنا بصلي هيك وأنا مش مركز مركز أنه أنا يا ربي ما ينتخد وضوه وأنا عم بصلي نروح الحمام ده أخلص فرع عشان أروح الحمام وهذا خاطئ الصلاة بحضرة الطعام المخصوط فيها أنه أنا أصلي قدامي الطعام وأنا مشتهي ومش آذر بفكر بالطعام في كل صلاتي هي مش صلاة هي تفكير في الطعام الجلوس على العقبين وافتراش الذراعين هنا هاي أنه أنا أجلس جلسة خاطئة وأفترش الذراعين يعني أنا لما أسجد يجب أن تكون ذراعي مش على الأرض ففي ناس بيكونوا سجدين ويديهم كاملة على الأرض وهذا خاطئ وأخيرا الصلاة عند مغالبة في النوم أكون نعسان وبتتوب وأصلي عشان أرجع أنام وهاي بتصير كتير في الصلاة الفجر بنلاقي ناس كتير شافوا ناس في الجوامع إنه إيش هو كان عماله عم بصلي وفجأة بطلي ونفكره مات له طلع مغفي والعياذ بالله إذن ننتبه على هاي الأمور وننتبهها أيضا إنه ما نخليش الشيطان يختلس من صلاتنا نشوف هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة تفرج مين ويشمال يعني فقال إنما هو اختلاص يختلصه الشيطان من صلاة العبد فإحنا ننتبه ونتفرج دائما نكون مكان السجود هاي الصورة بتبين للسجود الخاطئ زي ما حكيت لكم قبل شوي ما في ناس بفترشوا شايفين كيف إيدهم هنا إيده كلياتها جاي على الأرض وهذه من النواع اسمها افتراش اليد وهي خاطئة وهذا سجود سجود خاطئ الصح إنه أنا تكون فقط يدي هي يدي هي كفين هي على الأرض والباقي مش موجود يعني في الهواء جمع نتفرج هلأ على صورة القدمين كيف هو مو حاطة أصابع قدميه وراكز عليها بل هو مخلي رجلية مفترشات وهذا سجود خاطئ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في سجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساطة الكلب والحياذ بالله هذا هو زي شبيه بجلسة الكلب يجب أن نبتحد عنها وهذه من المحذورات هيك بيكون انتهى الدرس يا ثامن بتمنى إنه كان مهم هو طبعا مهم بتمنى إنه كان بسيط وسهل وبتمنى إنكم تلتزموا في الجدول اللي رح أرسلكم إياه إلى الصلاة وبتمنى إنكم تحلوا الأسئلة عشان أبعد لكم الحل وهيك بيكون انتهى الدرس بشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله كما وعدناكم أن نشرع ببيان عملي للصلاة حتى يتعلم أبناؤنا وبناتنا الصلاة الصحيحة إن شاء الله رب العالمين والكل يعلم مقام الصلاة ومكانتها في الإسلام الصلاة عندما أبدأ فيها يجب أن أكون طاهرة البدن طاهرة الثوب طاهرة المكان مستقبلا القبلة أنا استقبلت القبلة وسترت العورة ما معنى ستر العورة أن المرأة جسدها كله حتى ظهور قدميها لأن بعض من الأخوات تصلي وعندما تركع يظهر يعني من الأولى ومن الأحوط أن يعني تستر أو يكون مستور ظهر القدمين أيضا أبناؤنا من الشباب أحيانا للأسف الشديد ينسون قضية أنهم يلبسون يعني قميص قصير سبحان الله وللأسف يعني عندهم كراهية للاعزكم الله الملابس الداخلية فإذا ركع أو سجد ظهر نص ظهره هذا لا يجوز يجب أن يستر الإنسان نفسه أيضا الذين يصلون في سراويل ضيقة البنطلون الضيق سبحان الله لا يجوز لازم أن يكون فطفاد واسع حتى تشعر بالراحة فإذا وقفت إلى الصلاة كذا واستقبلته القبلة يجب أن أوسع بين قدمي باتساع الكتفين أوسع من دليل فقه الرجل أن يوسع بين قدمي أما المرأة فتضم بين قدميها الصلاة بعد أن تستقبل القبلة تكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله ثم النية محلها القلب لا تتلفظ بالنية ثم اكبر تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام ان اضم الاصابع يعني الكف اليدين يكون متجها الى القبلة ثم سبحان الله الابهام بعيد عن الاصابع الاربع الله اكبر الله اكبر ولا بد من توضيح الكاف لان كثيرا مني يقول الله اكبر الا اذا كان هذه اللهجة او يعني لا استطيع ان ينطقها اذا كان اعجمي غير عربي اما العربي الذي ينطق العربية يعني من الواجب الله اكبر الله يلمس بابهاميه حافة الاذنين الله اكبر ثم يضع يديه هكذا تحت صدره وفوق سرته لا هي عند السرة ولا هي فوق الصدر في ناس تصلي هكذا هذا فهم مكمحون مكمح يعني مقيد لا من الواجب ان ايه ان اضع يدي لحت صدري وفوق سرتي اليسرى من اسفل اليمنى من اعلى السبابة موجودة سبحان الله هكذا على الساعد يعني عند الساعة كده اللي نبسها سبحان الله والاصابع الثلاثة تتحلق حول ساعد يدي والابهام من الناحية الاخرى هكذا الله اكبر ثم اشرع في دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وحمدك وتعالى جدك وتقدست اسمك او وتبارك اسمك ولا ولا اله الا انت يعني فيه صيخ كثيرة لدعاء الاستفتاح الثناء على الله عز وجل ثم اشرع في الاستعاذة سرا عوذ بالله من الشرط الرجيم سرا لا اتلفظ بها اما التلفظ في اظهار البسملة واظهار البسملة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يظهرها احيانا ويخفيها احيانا لكن ينطقها بعض من الائمة او بعض من الذين نصلي خلفهم احيانا يعني مش يسر بالفاتعة بالبسملة لا يذكرها وهذه كارثة كبرى هذه مشكلة كبيرة لابد من قراءة البسملة لابد سواء جهرا او سرا يعني بسم الله الرحمن الرحيم لابد سبحان الله بعد ان ابدأ بالبسملة اشرع في قراءة السورة يعني التكملة الحمد لله رب العالمين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها اية اية واضحة اية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وكان لا يغمض عينيه صلى الله عليه وسلم ولكن ينظر الى موضوع سجوده ينظر ويعني يراقب او الانسان اثناء هذا يعلم انه يقف بين يدي الله يعني ولله المثل الاعلى اذا وقفت امام عظيم او حاكم اقف يعني في حالة من الادب فما بالنا وانا واقف بين يدي الله بين خوف ورجاء خوف ان لا تقبل ورجاء ان لا تقبل سنغلب جانب الرجاء ان تقبل باذن الله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الى ولا الضالين اقول امين ويقولها المأموم خلفي او الامام يقول والمأمومين ايضا ينطق كلمة امين امين خلف الامام بوضوح ثم اسكت سكت لطيفة كان الانسان يسكت سكتة لطيفة ما بين ولا الضالين امين بعد امين وبداية قراءة السورة ثم نبدأ يشرع الانسان في قراءة ما يتأثر من كتاب الله سبحانه وتعالى وطبعا تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت قرة عيني في الصلاة فكان ربما يخرج في صلاة الصبر من ستين الى مئة اية ويعني لم يحدد سور معينة في صلوات المعينة بعد ان انتهي من قراءة السورة ابدأ في انتظر لحظة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر بعد القراءة حتى يتراد نفسه يعني ثم يكبر كان يرفع يديه الله اكبر اكبر ثم يشرع في الركوع يعني بعد ما قرأت السورة قرأت الايات اللي هي بعد الفاتحة ثم اشرع في الركوع الله اكبر كان اذا ركع صلى الله عليه وسلم استوى ظهره حتى ان وضع احد الناس اناءا مليئا بالماء فوق ظهره الشريف لا استقر هكذا زاوية تسعين درجة اصابعي الثلاثة اليمنى يمين الركبة الثلاثة الاخر في اليسرى يعني يسار الركبة ثم السبابة الى اسفل هكذا سبحان الله ثم الابهامين في الناحية الاخرى هكذا اخبض على ايه على ركبتي الله اكبر لا ارفع رأسي ولا اطعطيها اخفضها لا وانما تستوي الرأس وانظر الى اطراف اقدامي انظر الى اطراف سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم كان الصحابة يعدون للرسول عشر تسبيحات ثم ارفع سمع الله لمن حمده اقول ربنا ولك الحمد او ربي ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد لكن مفيش اللهم وربنا لك الحمد الثلاثة هذه ربنا لك الحمد ربي ولك الحمد ربنا اللهم ربنا ولك الحمد خلاص سبحان الله فيه طبعا صيغة اخرى حمدا كثيرا طيما مباركا كما يحب ربنا ويرضى اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منع ولا راد لما قضيت ولا ينفع الجد من كالجد هذه كلها كان يصنعها النبي صلى الله عليه وسلم وليست من الأركان ثم بعد هذا القيام أهوي ساجدا دون أن أرفع يديه الله أكبر ينزل الإنسان على رقبتي ثم يضع يديه هنا الأصابع في السجود تكون مضمومة متجهة نحو القبلة والإبهام لوحده وضعت رقبتين الأول مرة أخرى مفيش رفع لليدين في الهوي السجود الله أكبر رقبتين وبعدين اليدين تجاه القبلة مضمومة الأصابع وأطراف أصابع رجلي أيضا إلى القبلة أطراف الأصابع أيضا إلى القبلة ثم الله أكبر وأضعوا وجهي على الأرض الجبهة مع الأنف لابد من الجبهة والأنف في مستوى على الأرض يعني لا أرفعوا لا أزرعوا جبهتي هكذا وأرفعوا الأنف لا لابد من الأنف مع الجبهة ثم الرأس متقدمة أو موضوعة بين اليدين يعني هكذا هكذا الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر فإذا جلست افترشت قدمي اليسرى ونصبت قدمي اليمنى وجلست على القدم اليسرى أو هكذا أضع القدم اليسرى وقد فرشتها بهذا المنطق تحت الساقل الأيمن وجلست على المقعدة ودي تفضل في التشهد الأخير لكن إذا جاهز أن تصنع هذا أو في واحد متعب عنده نقرس عنده مرض عنده روماتويد عنده روماتيزم عنده ألم معينة ولا يستطيع أن يجلس هكذا فليجلس على راحته لكن أهنا بتكلم على صحيح البدم ربنا يسلم أبداننا جميعا يعني صحيح البدن سليم البدن والعظام ومدون آلام عشان تصلي مستريحا فتجلس هكذا على القدم اليسرى مفترشة وتنصب القدم اليمنى وتضع يديك على ركبتيك كان صلى الله عليه وسلم يضع يديك على فقديك وأصابعه على سبحان الله ركبتيك هكذا فالله أكبر ثم يسجد السجدة السلامية سبحان ربيه لسه التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يجوز أن أضع الخنصر والبنصر هكذا ووحلق ما بين السبابة والإبهام هكذا والإصبع السبابة إما أن يكون مستقيماً أو منحنياً قليلاً أو متحركاً أو ثابتاً أو يرفع في الإثبات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله هكذا سبحان الله بعد أن ينتهي من التشهد الأول إذا كان صلاة الصبح أكمل التشهد اللهم صلى على محمد وآل محمد كما صلت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد هذا في نهاية ثم يجوز أن تدعو تستعيد بالله من فتنة المحية والممات وفتنة القبر وفتنة المسيخ إذن تهيت هكذا صلاة الصبح أو في الرباعية بعد أن انتهيت الراكعة الرابعة نسلم هكذا في ناس تعمل السلام لا بيش الحركة دي لا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هكذا يعني العبد الإنسان عندما يسلم أنا أنهيت التشهد دعاية الدعاء اللهم في الولداء ورحمهما كما ربنا صغيرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة ثم أسلم السلام عليكم ورحمة الله وظهرها السلام عليكم ورحمة الله أرجو من المأمومين إذا سلم الإمام ينتظر حتى ينتهي الإمام من التسليم أما مجرد أن الإمام يقول السلام عليكم كل مأموم خلص التسليم لا انتظر واتبع الإمام تأخر عنه قليلا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هكذا انتهت الصلاة ثم تستغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك وتعالى هذا الجلال والإكرام مثلا تبدأ بعد ذلك في قضية تقرأ أو تتلو آية الكرسي وتسبح ثلاثا وثلاثين تحمد ثلاثا وثلاثين وتكبر ثلاثا وثلاثين وتخدم المياه بلا إله إلا الله وحده لشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم تدعو ما شئت إذا أردت هكذا تتم الصلاة بشرح مبسط دون الدخول في تفاصيل ما بين الوعلماء والفقهاء ونسأل الله أن يتقبل منه ومنكم أهم شيء في الصلاة هو الخشوع الخشوع والتفكر في الآيات ليس لابن آدم من صلاة إلا ما وعى منها أو إلا ما عقل منها أما سبحان الله الرسول يقول الرجل صل فإنك لم تصل إلا أنه صلى بسرعة ثلاث مرات فإذا الإنسان يصلي يقرأ ويرتل يركع ويطمئن يرفع ويطمئن يسجل ويطمئن ويفعل ذلك في صلاته كلها كما قال له صلى الله ويفعل ذلك في صلاته كل كل صلاة لابد من الاطمئنان والركوع الركوع بخشوع السجود سبحانه بهذا المنطق نسأل الله أن يتقبل مننا ومنكم أول ما يسأل العبد يوم القيامة يسأل عن صلاته فإن وجدت كاملة قبلت وسائل عمله وإن وجدت ناقصة ردت وسائل عمله نسأل الله أن يتقبل مننا ومنكم أبارك الله فيكم ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا